ولا واحد يأتي انتخاب بهذه الظروف تريد مفوضية الانتخابات أن تقنع العراقيين بأن أكثر من 40% شاركوا في الانتخابات في حين لم تقضي هذا الرقم للانتخابات البرلمانية التي من المفترض أنها أكثر أهمية من انتخابات مجالس المحافظات وكعدت المفوضية لا تدلل على كلامها ببراهين يقبلها العراقيون حيث من حدثوا بياناتهم الانتخابية لا يبلغون نسبة 40% فكيف إذا أضيف إليهم ملايين النازحين والمهجرين والسواد الأعظم من العراقيين الذين يخرجون بشكل يومي باحتجاجات على الواقع الخدمي المتعلق بالدرجة الأولى بمجالس المحافظات المعلومات القادمة من مصادر برلمانية وكذلك منظمات تراقب وضع الانتخابات تؤكد أن نسبة المشاركين في أحسن أحوالها لا تتجاوز 20% بينما يؤكد ناشطون أن نسبة المشاركة لا تلقى إلى 10% لتقتصر على المستفيدين من مجالس المحافظات والمقربين من المسؤولين وممن أغري بالمال كما كشف عن ذلك ناشطون عراقيون ويتسأل الناشطون بأي وجه ولأي غرض سيشارك العراقيون في هذه الانتخابات إذا كان أحدهم لا يستطيع الوصول إلى مراكز الاقتراع بسبب الشوارع الغارقة بالأمطار والطرقات المتهالكة وسط أكوام القمامة ورائحة النفايات خارجا من بيته الذي لا تصله الكهرباء ولا مياه الشرب إلا نادرا ورغم المشاركة الضائلة في هذه الانتخابات إلا أنها لم تخل من الخروقات وعمليات التلاعب حيث رصد تحالف الشبكات لمراقبة الانتخابات نحو ألف خرق يشمل توقف الأجهزة وطرد مندوبي المرشحين ووكلاء ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع انتخابات مجالس المحافظات التي كان إلغاؤها أحد مطالب متظاهري ثورة التشرين هي في نظر رئيس الحكومة محمد السوداني إنجاز كبير الحكومة أنجزت ما عليها وهذا جزء من واجباتنا ومهامنا نحو تعزيز الاستقرار السياسي وبالفعل تعتبر إنجازا كبيرا لكن للكتل السياسية التي تريد استثمار كل منصب في الدولة لابتلاع ثروات العراق ترجمة نانسي قنقر